السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطالب كتير جدا لطلاب أولى وتانية سنوية نتمنى اللي تتم دراستها من وزارة التربية والتعليم ايه هي المطالب اللي بيطالبها كل أولى الأمور وكل طلاب أولى وتانية سنوي يعني احنا بنقدم المطالب دي من خلال جربة مصد تقدم بالتعليم البدا طبعا بتتمر زي ما احنا عارفين مظروفة استثنائية ويجب على الوزارة اللي يتقف جنب أولادها ويكون كراتها طبعا صالح أولادها يعني ده حاجة في ظروف استثنائية وقتم قد يجي نشوف ايه المطالب اللي بنقدمها لسيادة الوزير بما ان هو المسؤول عن اللي بحصل في التعليم ويمكن أولى الأمور هم اللي برضو اللي هيتعرضهم لأي أزمة أو أي مشكلة بسبب الامتحانات دي وفي نفس الوقت الطلاب هم اللي يشيروا المسؤولين المطالب بتاعتنا هم أربع مطالب فقط مش عاوز نتطلب من كده ولو في المطالب تانية الجماعة اكتب هنا في التعليقات أول مطلب عقد امتحانين كل يوم ونكون كل مادة منفردة وليس في امتحان مجمع فرق واحدة ولا منزل كلام دا لو تصراحات وزيرة تربية التعليم بتخليف تصريحات وزير التربية والتعليم كان 14 اتنين قال ما ينفعش امتحان مجمع وبعدين بقى في امتحان مجمع واحنا بنطالب ساتة الوزير ان الجدول يتغير كل يوم يبقى فيه امتحانين وان تقول ان كل مادة منفردة مناسب في امتحان مجمع تاني حاجة ان يكون وقت الامتحان مناسب لعدد اسئلة كل مادة ده المفروض يعني يعني يكون الوقت مناسب لانت كنت حضرتنا الجدول الموجود لغاية الوقتي الاربع مواد او ثلاث مواد وهيبقى في ساعة ونص موقتي يعني خيالي تالت حاجة ياريت وده اللي انت عملت حضرتك من بدري هتسماح بالدخول الكتاب المدرسي طبقا نظام الابنبوب اللي اقرطه الوزارة واعتد عليه الطالب في نظام الامتحانات رغم الله انا بناشد وزير التربية والتعليم بكل الامتحانات من داخل الكتاب ومن منهج مش عاوزين اسئلة تكون صعبة ان يتم حل المواد خلي بلك هو بقى الخارج المجموع كواجب في البيت على شكل مقلد زي السنة اللي فاته لكل سنوات الدراسة سواء بقى اولى وتانية وتالت سنوي او كل المراحل التعليمية بتدائية واعدادة وسنوية ويتم تسلمها في المدرسة بكده نقدر نقول ان الوزارة بتسمع كلامنا ونقدر نقول ان اولاى الامور وطلاب بينادهم ما بنادوش في صحراط احنا بنادي سيادة الوزير رجاءا من وزارة التربية التعليم ورجاءا من كل مسئول التعليم تلبية مطالب كل اولى الامور وتقول لأولى وتانية سنوات هنتظركم تنشر الفيديو لا في كل مكان عشان يوصل للوزارة ويوصل لدكفر طريق شوء شخصيا عشان نقدر تحقق مطالبنا قبل الامتحان كنا معكم اسامة رزق من خلال جرب مصر تقدم بالتعليم بنقدم لهم كل الشكر والتحية وربنا يكتب لكم الخير لكل ولادنا في كل مكان في امان الله ننسوش نشترك في القناة وفعل القرص ونشوف زلو حتى تعوم الفير في امان الله اشترك في القناة وفعل زر الاشعارات وايضا لا تنسى دعمنا بلايك